السلام عليكم كل سنة وانتو طيبين رمضان على الابواب ورمضان مش هيخلق طبعا من العزومات واول حاجة بنفكر فيها دايما في العزومات رمضان هو الرز البسمتي النهاردة هنتعلم طريقة عمل الرز البسمتي من غير ما يعجل معاك الرز البسمتي لصفر بطريقة سهلة وبسيطة جدا هنعمله النهاردة في الكابسة السعودي ازاي الرز بتاعك ما يعجنش وازاي مقدار الميا يكون مظبوط معاك في الرز البسمتي يلا مع بعض نشوف كده طريقة عمل الرز البسمتي في الكابسة اول حاجة بتجيبي لحمة بتجيبي فراخ اللي تحبيه يعني النهاردة احنا عاملنا باللحمة ممكن تستبدليها بالفراخ تمام وممكن كمان طريقة الرز اللي انت هتشوفين يعملها هتبقى هي هي طريقة الرز البسمتي لصفر من غير لحمة بقى ولا فراخ ولا اي حاجة اول حاجة بنجيبي اللحمة بتاعتنا بنحط معلقتين سمنة كده تمام او زبدة بس انا بحطت سمنة علشان اللحمة تغط طعم معي وتتشوح براحتها تمام هبدأ اشوح اللحمة زي ما انتم شايفين وبعد كده هنبدأ بقى نشوف هننزل عليها بايه وإيه اللي هندهولها تركات كده تخلي الكابسة معاك طعمها جميل جدا اه طيب بالنسبة للرز البسمتي انه الرز البسمتي بيكون نوعين يا بنات بيكون الرز بسمتي اصفر اللي هو الحبة الدهبي ورز البسمتي اللي هي الحبة الطويلة الرفيعة اللي هو اسمه الرز بسمتي هندي هنا هكون بشرة بصالية كده كبيرة تمام وهبدأ تبشرها على اديكي في الكابة اي حاجة وتبدأ تنزلي بيها كده وتشوحيها مع اللحمة اول ما بتتبل معنا بننزل كده بحوالي طماطميتين برضو بشرهم على اديكي عملهم في الكابة ما فيش مشكلة المهم يكون ايه معاك بشر حوالي نص كباية عصير طماطم او ربع كباية على حسب ما بتحب الطعم وهنا معانا ارفة خشب ومعانا ورق لوري ومعايا تلات حبات او اربع حبات من القرنفل ومعايا الهيل مطحون او الحبهان مطحون ومعايا بهارات كابسة وفلفل سود وكمان ضفت اه رشة من السبع بهارات ومعايا مرأة فورية او اللي هي مرأة دجاج الفورية يبقى هنقول تاني معانا بهارات كابسة ومعايا هنا اه ورق لوري ومعايا الحبهان مطحون ومعايا اه ورقة اه او اه او لها الارفة عود ارفة تمام وكمان هنا كنت هبقى ناسيا طبعا اللي هو اللومي الاسود لكن هنزل به هفتكره معاكه دلوقتي وهحطه تمام هبدأ بعد كده ميا مغلية كده وتنزلي على اللحمة بتاعتك علشان اه تغلي بسرعة وفي نفس الوقت كده ايه اه بتدي طعم حلو قوي لللحمة يعني كل ما الميا اللحمة بتاعتك تكون على النار وتضفلها ميا سخنة تستوي معاكي اسرع من ما تحط لها ميا برده شايفين انا افتكرت وجبت اللومي معاكه تمام اه الفيديو ده بنات قديم عشان ناسي تقول لي اللحمة غالية واللحمة غالية للفيديو ده والله اكتر من سنة يعني بس انا في فيديوهات كده اه كنت مكسلة ان انا نزلها فقلت ايه انا نزلها كده علشان دخلت رمضان كل سنة ونت طيبين اه اول ما غلية اللحمة بتاعتنا وحطت لها معلقة ملح وبدأت بقى كده ايه اه سبتها على نار لغاية ما استوت معانا بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه اه شايفين اللون بتاع صلصة الطماطم وتحمرة اللحمة وكده هبدأ اضيف معلقة من الكركم معلقة من الكركم هو ده اللي بيدينا لون حلو جدا لو مش متوفر عندك كركم ومتوفر عندك بودرة زعفران يبقى هتحطي على طرف المعلقة حاجة بسيطة جدا لان اللون بودرة الزعفران يعني ايه بيكون اه تقيل شوية يعني انا دلوقتي حطيت معلقة ونص من الكركم بودرة الزعفران بتديك بقى اللون اللي هو الاصفر الجامد او تديك لون اورنج كده تمام ممكن تحطي على فكرة كركم علاقة كركم وزرة من بودرة الزعفران هيديك برضو لون حلو جدا ومن مميز عايز اقول لكم اه الرز يعني متبقاش مغطية كتير بالمية شايفين المية يعني المية مش مغطية الرز قوي ونفس التركات لو انت هتعملوا رز سادة يعني كل كباية رز بسمتي تمام هتاخد كباية ونص من المية يعني متسمعيش كلام اللي يقولك مسلا يحطي لها لكل كباية كبايتين لأ هي كباية الرز بسمتي هتاخد كباية ونص من المية تمام هسيبها كده تهدى معانا زي ما انت شايفين وهدي عليه النار وسيبه اول ما بمجرد ما يغلي ههدي النار عليه وسيبه على نار هادية اهم حاجة ان انا كل شوية ارفع الغطى والمية اللي بتتبخر على الغطى ابدأ اصفيها وارجع اغطي مرة تانية ليه كده علشان المية اللي بتنزل البخار اللي بتجمع على الغطى وبينزل على الرز بيخليه عجل وبرضو مهم جدا ان احنا نطفي عليه قبل ما يستوي بنسبة تسعين في المية يعني لو وصل مثلا خمسة وتسعين ستة وتسعين في المية تسوية خلاص بقى نبدأ ايه نطف عليه يعني اتطلعي واحدة تلاقيها كده ايه اه حلوة معاك ما تستنيش عليه بقى لغاية لما يعجل وتبدأ بقى تقدميه عايز بقول لكم ان الاضاءة هنا انا بقول لكم الاضاءة دي من سنة وزيادة فكانت فعلا ظلمة الكبسة لكن هي بصوا الرز ماشاء الله باين ان الرز واحدة واحدة اه طبعا الرز البسمتي كلنا عارفين طريقته لكن اه بتفرق من حد للتاني وانا النهاردة عملت فده الرز البسمتي علشان تقدميه كده على صفرة رمضان وكل سنة وانتو طيبين احلى الرز الرز البسمتي اه بطريقة سهلة وبسيطة جدا يلا بقى انسي اي وصفة عندك وجربي وصفة اه مطبخ فريدة ان شاء الله هتعجبك اشوفكم فيديو جديد مع السلام